من جانبها تواصل مصر جهودها الحسيسة للتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار بشكل كامل ومستدام في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين وحقن دماء الأبرياء وتأتي التحركات المصرية في إطار موقفها ثابت من القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تدخر القاهرة جهداً لوقف إطلاق نار إنساني لحماية المدنيين وتحقيق إنجاز في صفقة تبادل الأسرة والمحتجزين وفي إطار إيمان مصر بحل القضية الفلسطينية وضرورة وجود دولة فلسطينية مستقلة حرصت مصر على المشاركة في جولة المفاوضات التي استضافتها باريس عبر الوسطى بين إسرائيل وحركة حماس حول صفقة تبادل بين الطرفين وهدنة إنسانية تستمر عدة أسابيع في قطاع غزة وبعد مفاوضات شاقة بدلتها مصر مع الأشقاء في الدول العربية خرج اتفاق أكتوبر الماضي بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية قطرية أمريكية والذي نجح في إدخال عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود إلى قطاع غزة إضافة لإفراج الفصائل الفلسطينية عن خمسين من النساء والأطفال المحتجزين في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الأسرى بسجونها الجهود المصرية حظيت بإشادة العالم وفي مقدمتها الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ثمن وقتها الدورة المحورية التي تقوم به مصر وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلاة بالأزمة الحالية وأكد على تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الدعمة للاستقرار في المنطقة ومع استمرار التعنت الإسرائيلي لوقف الحرب استضافت القاهرة مفاوضات شاقة بين الأطراف لإنقاذ الشعب الفلسطيني من مخاطر الإبادة الجماعية والجوع الكارثي وتفشي الأمراض بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتهدف الجولة الجديدة من المفاوضات إلى التوصل إلى صفقة لإطلاق صراح الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإيجاد صيغة يمكن أن توقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المدمر بشكل نهائي اشتركوا في القناة